في عامل مهم جدا في إن الشكوك دي تنتهي وإن أولادنا يلقوا إجابات سليمة لأسئلته أو شكوكه فنعمل إيه؟ فتهديم لباب السلام وتهديمه إلى إنه توصل لله سبحانه وتعالى وإن الشكوك دي ما تستمرش فحاجة من اتنين إيه اللي يوصلنا إن الشكوك دي تنتهي أو تستمر لازم نخلي بنا جدا 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 من عامل مهم جدا اسمه رد فعل الأهل رد فعل الأهل ممكن يحسس الأولاد اللي أنتو عملتو ده ده نهاية العالم اللي أنتو تفكروا فيه طب ما أنا وصلت لنهاية العالم فالولد يحس إنه هو وصل إلى المتاهة فمش هيقدر يخرج تاني أو الأب يقول له على فكرة اللي أنت بتفكر فيه ده ده ممكن ورد على بالي في بعض الأحيين طب عملت إيه معايا بابا آه ده فيه فرق مبينة اتنين في أول 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 وهلة الأهل أول ما بيلاقوا إن فيه ميولوا عند أبنائهم إنه هم مش مقتنعين بوجود الله بتبدأ بقى معركة في البيت وبيحسوا ويحسسوهم بالذنب ويحسوا إنهم منبوذين في القسع ودي أفسد طريقة ممكن نوصل أولادنا بيها لبر الأمان بالعكس إحنا بنسلمهم للشيطان فشك من الزنب على فكرة يستحق العقاب ترجمة نانسي قنقر